موسيقى خان أجداده البدو في كل شيء إلا في حبهم للترحال والتيه في صباه كانت أمه تشير إلى السهل العريض وإلى الهضاب المسلوخة ثم تقول لقد وضعتك هناك يتأمل هو وجهها الشاحب الطويل قامتها الفارغة ملاءتها الخضراء الباهتة التي تجعلها شبيهة بشجرة زيتون في أيام القحط ويسأل ولكن أين بالضبط؟ دائما يدها باتجاه السهل العريض والهضاب المسلوخة تكرر الأم وكأنها لم تنصت إلى سؤاله لقد وضعتك هناك يسرح هو نظره حتى الأفق البعيد هناك حيث تتماوج جبال كأنها سحب كثيفة من الغبار الرمادي ثم يتشبث بملاءتها وهو يصيح فيها متوسلا ولكن أين بالضبط؟ قولي لي أين بالضبط؟ تسقط الأم يدها تسقط الأم يدها تحدق في الأرض متحييرة الذهن ثم تقول وكأنها تتحدث إلى نفسها لا أذكر بالضبط أنت تعلم أننا مضطرون لنقل الخيام من مكان إلى مكان حسب الظروف والفصول وبما أنك ولدت في بدايات الخريف فأني أعتقد أنني وضعتك قرب زيتونة الجمل ولكن لا 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 أعتقد في وادي العفاريت أو عند سفح الهضبة الحمراء أو آه لقد نسيت الذاكرة تخون مثل ما يخون الرجال يا ولدي ولأيام يظل يطف في السهل العريض وفي الهضاب المسلوخة بحثا عن المكان الذي رأى فيه النور أول مرة وعندما ييأسه من العثور عليه يعود مرة أخرى إلى أمه يتشبث بملاءتها ويظل يسأل ملحا في السؤال ولكن أين بالضبط؟ أين بالضبط؟ هذا الفتى هذا الفتى البدوي هذا الطفل البدوي طفل التيهي والسؤال ضيف بيت الخيال الليلة مرحبا بك حسون المصباحي مرحبا بك أهلا وسهلا أهلا وسهلا شكرا على هذه القراءة المعبرة نحن سعداء بأن تكون بيننا في بيت الخيال للمرة الثانية ولكن هذا عدد خاص لتجربتك ولمواقفك أيضا في المشد الثقة في تونس والعربي شكرا في الحقيقة بدأنا بهذا المقطع الجميل من هلوسات ترشيش تلك الرائعة روايتك الرائعة التي ترجمت طبعا إلى الألمانية وتحصلت على جائزة نعم جائز تقان لمدينة مونيخ لأفضل كتاب في مدينة مونيخ سنة 2000 نعم طبعا الكثير من الأعمال التي تحصلت على جوائز بعد ذلك سنتحدث عنها تباعا وترجمت إلى لغات حية ونتمنى أن تترجمها إلى لغات ميتة أيضا لأنه أحيانا هناك لغات ميتة ومهمة جدا نعم نعم أردنا أن ندخل بهذا المدخل من الطفولة في الحقيقة ولنبقى في الطفولة حسون المصباحي كانت بدايتك مع المدرسة بداية عجيبة في الحقيقة أنت تذهب إلى المدرسة في سن متأخرة ربما سن العاشرة ترفض المدرسة أو الإدارة المدرسة أن تستقبل حسون المصباحي يعني كدنا أن نخسر كاتبا بهذه الحماقة الإدارية في وقت من الأوقات لو لا تدخل طبعا لو لا الفرصة الذهبية التي أتيحت لي نعم لو تحدثنا عنها هذه كتبتها في أحد أعمالك الحقيقة أنا بدأت بالمدرسة القرآنية نحن في القرية كنا صغار نرسل إلى المؤدب القرية ونتعلم القرآن والقراءة والكتابة إلى حدود الساعة سن العاشرة وحفظت أنا جزء مهم من القرآن في ذلك الوقت وكنت أحفظ بسرعة ولعل ذلك ما يفسر قوة الذاكرة التي عندي إلى حد هذه الساعة ولم أكن أعرف مثلا أنه عندما بنيت المدرسة سنة ستين أني مع الأطفال سأكون ضمن الأطفال الذين يتم قبولهم في المدرسة لكن استدمت وكانت صدمة قوية جدا بالنسبة لي أني ذهبت وقالوا أني تجاوزت السن القانوني أنا لا أفهم ما معنى السن القانوني وأبي كان غائبا وأبي أيضا لا يفهم ما معنى السن القانوني وأمي كذلك واعتقدت أنها ربما عندما تذهب إلى المعلم وتتوسل وتترجاه فربما يقبل حاولت أن ترشي بالدجاجة وانت شيء بأن تقدم له هدية وهي دجاجة حمراء وهي أجمل دجاجات العائلة طبعا ولكن المعلم اندهش وقال لا هذه ليست مشكلة بالنسبة لها أنا لا يمكن أن أقبل هذا الطفل لأنه تجاوز السن القانوني ومن الغد ذهبت برفقة أبي ذانا أن القوة الجسدية والحضور القوي لوالدي في القرية ربما سوف يجبر المعلم على أن يتراجع في قراره ولكن فجئت بالمعلم باسما يستقبله ويقول أنتم من حسك أن هذا القانون يعني أزيله وبإمكانك أن تأتي غدا إلى المدرسة وهكذا أنقذت لذلك أنا أحب برقيبة من هذه الناحية وحييت برقيبة في أكثر من مرة لأنه أتاح لي فرصة أن أتعلم وأن أصبح كاتبا ولولا ذلك القرار الذي جاء في وقته لكنت لكان لي مسير آخر بالفعل أنت أصدرت يوما من هذه المعركة مع دخول المدرسة في الحقيقة قرأت ذلك في يومياتك وهي اليوم الثاني بعد أن ذهبت والدتك طبعا هي القصة قصيرة ولكن أنا اختصرت سنتناول كثير من المواضيع صحيح صحيح الاختصار هو المهم وأني بعد ذلك هو انتباه المعلم إلى أني أكتب وأقرأ بعد ذلك أنا أتحدث عن موقف الوالد الذي عندما ذهب وهذا طبعا تريد أن تسكت حانو لا 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 ربما نسيته أنك عندما ذهبت مع الوالد اليوم الثاني الوالد هدد المؤسسة وقال إن لكم أسبوع سحيح سحيح إن لم تقبل لا يوم يوم أو يوم يوم إن لم تقبلوا ابني في المدرسة سأهدمها نعم وعندما عاد مرة أخرى رحب به المعلم مثل ما رويت ولكن يبدو لي أن والدك حتى إلى أن توفي كان يعتقد أنك دخلت المدرسة تحت التهديد كان يظن ذلك كان يظن ذلك أنه هو الذي تسبب في دخولي إلى المدرسة نعم وعلى أي حال نعم بعد ذلك يعني ذهبت إلى العلا لأنه انتقلت ربحت يعني من السنة الأولى إلى السنة الثالثة لأنني كنت المعلم أعجب بي لأنه وجدني أكتب وأقرأ فقال لي لماذا تخسر سنة أخرى أو سنتين يعني فذهبت إلى مدرسة العلا وبدأت بعد ثلاثة أشهر في مدرسة العلا وإذا بمعلم الفرنسية يقول لي وصدمة ثانية أنه ليس مستعدا أن يعود إلى الوراء من أجلي لأنهما التلامذة كانوا حفظوا حروف بالفرنسية كثيرة وأنا جئت متأخرا وهو ليس مستعدا أن يقدم دروس خاصة لي ومن حقا فطبعا كانت صدمة أخرى ربما تجبرني على العودة إلى السنة الأولى ولكن ابن خالد اللي هو الآن حلاق وأذكره دائما بخير لأنه أيضا أنقذني في فرصة ثانية قال لي إذا كنت أنت حقيقة تعتقد أنك ذكي فأنا سأعلمك الحروف هذه الليلة وتعلمت أكثر من الحروف التي تعلمها التلاميذ في القسم لما عدت في اليوم التالي المعلم قال لي ماذا تفعل هنا أنا قلت لك لست مستفى فأنا خرج يعني قتل أنا تعلمت الحروف وكتبت الحروف فاندهش وأقول لك الحقيقة للتاريخ نعم أني بعد ثلاثة أسابيع أصبحت الأول في الفرنسية عنده تحديا لتلك الصدمة ربما هذا التحدي هو الذي سيرافقني سيرافقني طول حياتي طول حياتي لأنه هناك صدمات أخرى كثيرة نعم يعني صدمات الفقر وصدمات الهجرة ولكن ذلك التحدي الذي سكنني في التفولة ولازال قائما إلى حد هذه الساعة هو الذي يجعلني واقفا صامدا أمام العقبات هذا شيء مهم من ناحية نفسية بالنسبة للكاتب لأن الحياة هي التجارب والإنسان يصنع نفسه من التجارب وليس من لا شيء وإذا كان الطريق سهلا فالكتابة سوف تكون سطحية على ما أظن لابد أن نضع حياتنا موضع خطر حتى نتعرف عليها لا هي تأتيك هكذا أنت لا تذهب إلى الخطر هو يأتي إليك المسير يعني الكتاب الكبار انظر مسير دستيوفسكي يعني دستيوفسكي أيضا يعني أغرب وأكثر تراجدية مما عشت أنا وعاش غيري أنه كان سيحكم عليه بالإعدام وقد وضعت على عينيه يعني وعند إذن جاء العفو من القيصر وأرسل إلى سيبيريا وهناك تعلم انظر أقرأ الرسائل المتاعه وهو في سيبيريا إلى أخيه ائتني بالكتب فأنا أتعلم الآن من الناس وهذه الكتب سوف تفيدني لكي أزداد معرفة بالنفس البشرية وأنت تعلم أن تجربته في سيبيريا أثمرت كتابا عظيما من أعظم الكتب التي كتبت على أدب السجون وهو مذكرات بيت الموتى وهو من أجمل ما تقرأ وأنا عندما قرأت سعقت إلى درجة أني أعتق ولازلت أعيد قراءة هذه الكتاب لأن التجربة الإنسانية التي دفعت بعد ذلك دستيوفسكي إلى كتابة آثاره العظيمة بدأت بذلك الكتاب العظيم سنصغي كثيرا في هذه الحلقة لأنني أنا سعيد بأن تكون معنا فعلا بهذه الثقافة الكبيرة والذي ستمتع به جمهور بيت الخيال الليلة أرجو ذلك زيحسونة يعني نتحدث عن تعرف أنا وأنا واحد من الجمهور في الحقيقة أننا نعشق حاجة اسمها التجسس التجسس على الكتاب كيف بدأوا كيف انطلقاتهم وهذه متعة أخرى للقراء ففي هلوسات ترشيش تقول وتتحدث إلى نفسك أما أنت وهذا استثناء من الجماعة أما أنت أيها البدوي فعليك أن تعمل لتكون كاتبا نعم كلمة تعمل هذه مهمة جدا في الحقيقة أن تعمل لكي تكون كاتبا لا أن تكون كاتبا نريد أن نتحدث عن هذه البدايات كيف من أين التقطت هوية الكاتب من الفضاء الريفي الذي كنت تعيش فيه والذي تتحدث دائما عن التأمل حتى أنك عندما كنت تعود من ألمانيا في وقت من الأوقات تذهب إلى القنوات المانايا لبيع الأولى نعم تقول أن تريد أن تتأمل في تلك الطبيعة وأحيانا تجلس حتى تنام قرب ولي صالح نعم هناك وهذا كتبته أيضا أم أيضا الكتابة جاءتك من هذا الثقافة الشفوية التي كنت تعيش ضمنها في الريف هي مسادر كثيرة في الحقيقة يعني طبعا الثقافة الشفوية شيء مهم وهي مؤثرة في كتابتي صحيح يعني لدرجة أن اللغة أحيانا يقولون لي اللغة وأنا تشتغل تشتغل مما أسمع لأن هي اللغة سمعتها وكان عنا من الحسن الحفظي أن أقربائي خالي وأخي وكذا كانت لهم قدرة عجيبة على رواية الحكايات إلى درجة أن أحيانا نسهر وهم يقطعون الحكاية يعني النوع من الشيشبانس حتى نسهر معهم في الليلة القادمة لأن يطول السهر وهم عندهم القدرة في حركاتهم العجيبة وفي الإتيان بالكلمات وفي الصمت مثلا عندما يحكي ثم يصمت إلى غير ذلك هذه كانت مذهلة بالنسبة لي ثم أنا استمعت في الشتاء عندما تكون معاصر الزيتون والناس يسهرون إلى السباح استمعت إلى حكايات مثلا يعني الجازي الهلالية وذياب الهلالي وهذه كانت أيضا متعة عجيبة ثم اكتشفت وأنا تفل أيضا القصص قصص المنفلوتي أثرت فيها بشكل عجيب ثم قادتني إلى برنامج هوات الأدب أبناء جيلي برنامج هوات الأدب كان مدرسة عظيمة بالنسبة لأبناء جيلي في الأدب لأنه يومها كنت متأثرا بالبركمي نعم وكتبت أول قصة في حياتك أعتقد لا هي كتبت محاولات موت الأب لا محاولات أولى ويعني رميت بها في البريد نعم وكان مشرف على البرنامج الشاعر الكبير الراحل أحمد اللغماني نعم وطبعا لم تتيسر تلك القصص على أن تقرأ في الإذاعة ولكن ذات يوم بعدما أن قرأت تلك الرواية الصغيرة والصائقة التي هي الغريب لأبناء الكبير أحسست أني وجدت الطريق أو تلمست الضوء نحو الأدب الحقيقي فكتبت يعني قصتي التي أحرست بها على جائزة أول جائزة في حياتي من الإذاعة التونسية وكان قدر يعني قدر وعشرون دينارا يعني هي صورة أبي استوحيتها من وفاة الوالد في شتاء 1963 وأنا طفل فاستعدت ذكرياتي ذكريات ذلك اليوم الأسود اليوم الفاجع وكتبت تلك القصة التي جعلتني أمسك إلى حد ما بالأدوات الأولى للكتابة القصصية ثم بعد ذلك يعني حقيقة على ذكر ألبر كاميو يعني في الغريب استقبالا عجيبا موت والدته بالكثير من البرود يعني هذا هو ربما لأنه نحن فاجعت الموت عند البادية يعني حقيقة أنا لا أحبها لأنه يكتكثر فيها الدماء والبكاء والنواع يعني حاجات مفزعة مفزعة جدا يعني الألم يكون يعني أنه بتعذيب الذات يعني أنك تعذب نفسك لكي تعبر عن ألمك ولكن عندما قرأت هذه القصة وجدت أن هذا الأم اللي هي الأقرب من الكائنات الأقرب للقلب الإنسان أنه يتعامل مع الأمر ببرود وهذا ما جعلني أنا أخذ مسافة أشرع في أن أبتعد شيئا فشيئا عن العواطف التي تجعلني أكتب تحت لهب العواطف أو تحت سيطرة العواطف فيما بعد سأكتشف أن أندريجيد يقول الأدب لا يكتب بالعواطف وإن كتب كذلك فسوف يكون أدبا سيئا فإذن يعني الإبتعاد عن العواطف والمسافة مع الحدث والمسافة مع العالم ومع التجربة حتى الذاتية تجعلك تكتب شيء يعني تتعمق أما أن تترك نفسك لحريق التجربة فأنت تحترق بالعواطف وتبقى على السطح دون أن تنفذ إلى عمق التجربة التي أنت تعيشها أو يعيشها الأخرون هذا مهم هذه بداية التجربة بدايتك مع المدرسة تستوقف الفنان الكاريكاتور توفيق عمران الذي يواصل معنا طبعا تجربته مع بيت الخيال كبير الحومة يلزم يكون صباحي وكبير القسم مصباحي طبعا هذا الدخول المتأخر ولكن ثم قصة أخرى أنا عبرت فيها على تلك المدرسة اللي هي أعتبرها أنا واحد من أجمل ما كتبت في بداياتي اللي هي قصة تونس يعني رسم للمدرسة كيف بنيت وللأطفال ولي تونس البنت التي تسمى تونس لأنها تعليم المرأة ونحن في الخمسينات بين الخمسين والستين كثرة اسم الحبيب وأسم تونس لأنه كان الحبيب بورجيبة ثم تونس المستقلة فكانوا الناس يسمونهم بناتهم تونس من يسمي تونس الآن؟ لا لم يعد هناك هذا الاسم اختفى ولكن لو تعود لأحنا في القرية متعنا من قريباتي كثيرات هنا التي تسمينا بهذا الاسم وأيضا الحبيب مثلا الحبيب السلمي اللي هو أيضا ولد في تلك الفترة وسمي ربما باسم يعني انتلاقا من اسم وانتشر اسم الحبيب وتونس في ذلك الوقت لأنه كانت الحياة السياسية والوطنية التي كنا نجهلها نحن بدأنا نكتشفها شيئا فشيئا هي التي فرضت بعض التقاليد والتقوس في الأسماء وفي غير الأسماء نعم ولكن ابنة عمك كانت اسمها هنية تلك مرحلة الأخر والتاريخ الآخر نعم على ذكر جنون ابنة عمي هنية هذه المجموعة في الحقيقة المجموعة القصصية التي عندما يذكر اسم حسون المصباحي تذكر هي مباشرة لأنها تعتبر من روائع الأدب التونسي هذه المجموعة الأولى التي صدرت لك تتحدث ربطتها أنت يوم من الأيام بكتاب آخر قرأته وشكل جزء كبير ربما لبنة أساسية من ثقافتك السردية وهي أهالي ديبلن لجيمي جويس نعم وتقول أنا تقريبا هناك تشابه كنت متأثرا تحت تأثير هذا النص تحدثنا في البداية عن الغريب لألبر كامير الذي وصل لك إلى الجائزة مع قصتك موت الأب وجنون بنت عمي إهنية الذي كان ربما بعد قراءة أهالي ديبلن لقد ذكرت قبل قليل أني بدأت في كتاب ثم انقطعت على الكتاب في سن العشرين وانسرفت إلى العمل السياسي ولم أكتب حقيقة أنا تكوين الأدب الأول في تلك السنوات كنت أقرأ كثيرا يعني الرواية الأمريكية هي مانجوي واكتشفت جيميس جويس أيضا وأنا في تلك الفترة وكنت أتساءل وأنا أقرأ مجموعة أهالي ديبلن ثم سورة الفناني شابا كيف يمكنني أنا البدوي أن أكون فنانا جيميس جويس ولد في ديبلن وهي مدينة كبيرة وعاصمة وأبوه يتحدث في الجلسات العائلية في الفلسفة وفي الدين وهو يملك مكتبة ضخمة ويجيميس جويس يتردد على حلقات أدبية وأنا لم أرى كتابا قبل السن العاشرة هذا شيء مهم هذا شؤال يترعه الإنسان على نفسه لكن عندما بدأت أقطع وعلاقتي بالنشاط السياسي وعشت أزمة نفسية حادة جدا اضطررت إلى العودة إلى القرية كانت أمي تعيش وحيدة في ذلك الوقت لأن أبناء كلها منصرفوا وبناتها ووجدتها وحيدة فتوحدت بنفسي معها أنه حقيقة أن العودة إلى الأم كان شيء مهم جدا بالنسبة للتأثير النفسي عليه إلى درجة أني عدت أنام بصفة عادية واستعدت توازيني النفسي المفقود جدا جدا والذي ارتعبت لأني عينت أن هناك ربما يعني أشياء ربما تجرني إلى شيء خطير وفي تلك الفترة إلى شيء خطير شهر يعني المرض النفسي الجنون الجنون مثلا لما لا حتى نربط بين الجنون بالتعام ولكن بدأت هناك أكتب أقرأ وأكتب فقرأت يعني أحيلي دبلون وقرأت جوركي يعني جامعاتي والتفولة وقصصه عن التفولة وبدأت أحس أني أعود أعود إلى عالمي هذا هو عالمي وليس عالم الإديولوجيات والأفكار والأوهان إنما هو عالم الأرض والناس الذين من حولي ولذلك أنت في مجموعة حكاية جنون ابنت عم هنية أنا أتحدث عن أناس دون أن أغير أسماءه صحيح وهنية هي ابنت عمي الحقيقية وأنا تحدثت عنها حتى أنطلق من واقع اللي هو أحيانا يبدو للآخرين وكأنه واقع أسطوري طبعا هناك لعبة التأثيرات القراءات والفن واللغة إلى غير ذلك ولكن أنا انطلقت من قصص عشتها في ذلك الريف العاري ذلك الريف الذي يعاني القحت والأعاني الأمراض والأوبئة والجوع فأنا جعلت من أولئك الناس الذين لا تاريخ لهم صحيح لأنهم صامتون وكلهم أميون ويعيشون العذابات دون أن يتمكنوا من التعبير عنها إلا بالغناء أحيانا أو بطرق أخرى أو بالشفو إلى غير ذلك ولكن كتابة تاريخ هؤلاء وكتابة حكاياتهم لابد أن يكون هناك شخص ما وأنا كنت هذا الشخص نعم أنت تتحدث أيضا في كتبك أنك تغيرت رؤيتك للكتابة عندما أيضا قرأت نجيب محفوظ وزقاق المدق وكتشفت أن الكتابة الإبداعية ليست تلك الكتابة العجائبية وتلك الغيلان وتلك ربما الكائنات العجيلة والأغوال إلى غير ذلك إنما الأدب هو محفوظ هو الواقع وأهالي دبلون وهي من المجموعات التي لا تزال أثيرة إلى نفسي مع مجموعة فلوبار التي هي ثلاث حكايات ومع قصة ستشيكوف يعني شيء عجيب ودبلون مثلا أنا طلعت لي أنه جيمي جويس مثلا في قصة الموتى صحيح يعني أبهرني فلما هو يتحدث في النهاية على الثلج كيف يبدأ ويذكر الثلج يسقط في تلك المنطقة ثم كأن الثلج يجعلك من خلال الجمل الشعرية العظيمة التي كتبها في النهاية يجعلك تشعر وكأن الثلج يسقط على الكون بأسرع وأنت البدوي من تلك المناطق القاحلة ربما نعم لكن كان الثلج طبعا غريب عننا وكنا نراها مثلا على جبال كسرة القريبة منها وفي مكثر رأينا ولكن لم نكن أعيشه كما في الغرب كما سوف أعيشه فيما بعد في غربة الإلمانية وكما سأراها في جبال الآلب إلى غير ذلك هذا شيء آخر هو البقاء يعني الحديث عن جويس يحتاج حلقة من بيت الخيال معك يعني آخر ربما صدر لك من الأعمال جيمس جويس في منافيه طبعا هذا الكتاب جزء منه طبعا ترجمة لحوارة جويس ولكن هذا الكتاب في الحقيقة طريف جدا وممتع لأنه أيضا تقرأ جويس يعني من خلال تجربتك نعم للإعثرها في تجربتك الإبداعية تحدثت عن أهالي ديبلن تحدثت عن صورة الفنان شاب ولكن أيضا رائعة جويس العظيمة طبعا إوليس أو إوليسيس أتينا بها اليوم في بيت الخيال في طبعتها في لغتها في لغتها الإنجليزية في لغتها الأصلية الإيرلندية نعم طبعا كنت تتهيب أو كنت دائما تصطدم بعرقيل عندما تريد قراءة هذا العمل الرهيب صحيح وتأجل ذلك مرات سنوات طويلة سنوات حتى حتى عذرت في فرنسا طبعا حقيقة كل مرة أقرأ فصل أو فصلين وأتوقف طبعا بدأت أفكك وحدي يعني فصول الكتاب ولكن وجدت أن القراءة قراءتي له لم تدخلني إلى عماقه الفنية العظيمة صحيح لكن ذات مرة في باريس اشتريت كتاب في جزئين نعم لنبوكوف نبوكوف الكاتب الروسي صاحب لوليتا طبعا ووجدت في ذلك الكتاب محاضرات ألقاها أمام الطلبة الأمريكيين لأنه عاش جزءا كبير من حياته في أمريكا نعم محاضرات عن أمهات الكتب منها مارسيل بروست ومنها أيضا أوليس فأنا بدأت أقرأ من خلال التفسير الدقيق لنبوكوف لأوليسيس وساعدني ذلك كل ما أقرأ فصل أعود إلى التفسير لأنه هو يفسر لك ماذا يعني بكذا ماذا يعني بكذا وهي متحقية لأنه حقيقة أنك تتلع على كاتب من خلال كاتب آخر وتتعمق في المعاني التي أراد أن يعني مثلا تفهم الفصل المتاع التوديع المتاع المقبرة والجنازع نعم الفصل الأول عندما يعني يحلق لحيته أمام البحر يعني أشياء أنت مغرم بالفصل الأول والفصل الأخير دائما والفصل الأخير وثم الفصل متع الجنازة نعم لأنه هذه الجنازة كلها وكأنها جنازة المدينة كلها لأنهم يحضروا والناس ويتبادلون عن الحياة والموت ثم يعني فيه الفصل النقاش لما يجتمعوا يحكوا على شكسبير ويعني أعمال شكسبير ثم الفصل الذي على الشاطئ لما هو يعجب بتلك الفتاة ويقعد هو يتفرج بتلك الفتاة اللي هي على شاطئ وبعد إذن تنهض الفتاة فإذا به يعرجها يعني يعني هو كتاب يحتوي لأنه يوم واحد في دبلون ولكن هذا الكتاب وكأنه يحكي على الإنسانية برمتها صحيح يعني هذا العظم منتع الروايات يعني ولذلك إلى حد الآن اسمح لي إلى حد الآن أنا أعيد قراءة كثير من الفصول من هذا الكتاب كلما أردت أن أستمتع بقراءة كتاب ما ممتاز سنعود إلى إعادة قراءة الكتب الأثيرة بالنسبة إليك أنا أتخيل في الحقيقة سعادتك وأنت تفك رموز هذا الكتاب خاصة وأنت وضعت مبدأ ربما في الكتاب أو مثاقا لكتاب تقول فيه كنت مقتنعا اقتناعا تاما أنه لن أكون كاتبا حقيقيا إلا بعد أن أقرأ هذه الرواية فأنا أتخيل يعني سعادتك طبعا لأن هذه الرواية معناها خلقت شيء جديد في لغة الكتابة يعني لأنه جاء فلوبير ثم يعني فلوبير بلزاك كذا هذا أنهى الواقعية يعني الواقعية لكي يأتي ما يسمى بالداخلي يعني ترى إنسان يمشي في الشارع يمشي في الشارع ولا تستطيع أن تميز في أي شيء يفكر هذا الرجل الذي يمشي هائما ساهما في ماذا يفكر هو أراد أن يرينا أن الأدب لابد أن تتخيل ماذا يفكر في هذا الرجل الساهم الذي أنت ترىه في الشارع يعني هذه قوة الكتاب لأنه أعطيت شيء جديد مع فوكنر ومع فيرجينا وولف ومع جيمي جويس ومع بروست جاء شيء جديد بالنسبة للرواية العالمية صحيح أنت اكتشفت طبعا جويس عندما نزلت إلى العاصمة في البداية في قلت ذلك قلت سبعينات نعم نعم يعني ما الذي يجعله من بعض الكتب تتحول مثل أنجيل الكثير من الكتاب يحدثونني مثلا عندما أحاورهم أن هناك كتاب معين دائما يعود إليه مثل إنجيل الأدبي تقريبا هناك من يعيد دائما دونكي شوت لسير فونتايس مثلا هناك من يعيد أنت ربما تعيد هذه الرواية يعني هناك يعني تعلق ب بعض تجد نفسك في جويس مثلا بالذات أو في فوكنر مثلا شوف جويس نفسه كيف كتب أوليسيس ألا تعرف أنه كتب اعتمادا على هوميروس نعم نعم طبعا وليس هو الوحيد الذي عاد إلى هوميروس كثير من القصص التي كتبها بورخس أيضا معتمدة على هوميروس صحي الكتاب الأول والشاعر الأول في الإنسانية من هو؟ هو هوميروس هوميروس فلذلك أوليس أيضا ولذلك هو سماه أوليس أوليس يعني وكل الفصول الكتاب تحيل إلى فصول أوليسيس أوليسيس عنده هوميروس لأنه الإنسان الكامل لأنه تزوج وأنجب وعاش وعاش التجارب وليس فاوست الذي لم يتزوج فلذلك الذي لم يتزوج ولم يعني يعرف في الحياة في مجملها في دقائقها في تفاصيلها في كلياتها لا يستطيع أن يكون بطلا لعمل أدبي يمثل الإنسانية فهو فاوست هو إنسان بالنسبة بالنسبة فاوست هو بالنسبة إلى جيميس جويس الرجل لا يمثل الإنسان الحقيقي فالإنسان الحقيقي هو ذلك الذي هو بلوم في رواية أوليسيس الذي تخونه زوجته ويخرج إلى الشارع يبحث عن المميسات والبغاية هذا هو الإنسان الحقيقي الإنسان الذي يعيش العذبات والذي يخون ويخان ويخان والذي يعني يعيش يعيش الإفلاس يعيش النجاح والإفلاس وليس الإنسان والشهرة والإخفاق والنجاح والشهرة والإخفاق كل هذا هو الإنسان مش إنسان عنده فقط النجاح هذا لا يمكن أنه يكون في لعبة الرولات أو في هذا أما الإنسان الذي يعيش الحياة بكبواتها وأيضا بسعودها يعني لابد أن يقبل ما تعطيه الحياة من خيبات ما غير ذلك وكل الرواية أن البطل مثلا ما حاجة بطل إيجابي كما في الواقع الاشتراكي هو الأم وهي معناها أنا أعتبر رواية الأم رواية لأن الأم التي تخرج إلى الشارع ورافع العلم البلشفي الأحمر هذا كله سياغات بينما سياسية هي كان يعني غوركي كان قيمته في أنه يمثل نظاما معين مقارنة تكتستوفسكي ولكن قارن أعماله الأخرى التي كتبها اشتراحها من تجاربه الشخصية القصص وجامعاته وهذه حاجات عظيمة جدا يعني هذا كاتب عظيم مما لا شك فيه ولكن هو أراد أن يرضي ربما رغباته البلشفية اللي هي ما كانت رغبات واضحة لأنه كان صديق لينين وكذا فكتب الأم وأعجب بيشي عيون لكنها الآن نسيت كعمل من الأعمال ولم يبقى من قركي إلا ما كتبه حول تجربته الذاتية فإذن هذا البطل الإيجابي والأم التي ترفع العلم الأحمر في الشارع لأن ابنها قتل في أحد المظاهرات هذه تعتبر عمل سخيف في نظرينا نبقى في الكتب يعني عندما نتحدث عن كبار الكتاب نتحدث عن مكتبات الضخمة في حياتهم نتحدث عن يعني ما كتبه يعني ميلر مثلاً الكتب في حياتي هذا الكتاب الذي جمع فيه تحدث فيه عن قراءاته نتحدث عن ألبيرتو مانجويل طبعاً تاريخ القراءة ومكتبة الليل ويومية القراءة نعم والعيش مع بورخوس نتحدث أيضاً عن كولين ويلسون الذي كانت له مكتبة ضخمة حتى أنه عندما سئل كم قال تقريباً ما يعدل 30 ألف كتاب نعم وكنت أشتري قال مريض بشراء الكتب وأحياناً حتى لا أقرأهم لكن أن يكونوا موجودين في هذا صحيح هذا مريض الكتب مثلي أهم نعم نحب أن نتحدث على حسونة المسباحي أنت طبعاً رجل رحالة وعشت ترحال كثير إلى الآن ربما عدت واستقررت سنتحدث عن هذا الاستقرار إن كان استقراراً كيف يمكن كيف تتعامل مع الكتب ومع مكتبتك في ظل هذا الترحال شوف أنا بسدد لكتاب كتابي الجديد هو يحمل عنوان البحث عن السعادة نعم والبحث عن السعادة هو أنا استقيته من جملة من تاريخ القراءة لمنغويل نعم يقول فيه لقد بحثت عن السعادة في كثير من الأمكنة غير أنني لم أجدها إلا في ركن صغير مع كتاب صغير تس هذه تاريخ أنا سأقرأ يعني أكتب هذا الكتاب علاقتي بالكتب وعلاقتي بالمدن وعلاقتي بالترحال وكل كتاب له قصة أكيد وهو جزء من حياتك وربما بدأته مع جيمس جويس أنت في هذا الكتاب الذي اجترحته من هذا المشروع يعني تجربة إنسانية الكل وسيكون كتاب ذخم على جزئين نعم لأنه فيه أتحدث عن اكتشافي للكتاب نعم ثم اكتشافي لما أسميته بالفتنة الروسية لأنه عظماء الروس مع دستيوفسكي وطولستوي وغيرهم يعني هم أيضا فصل منفوسون من حياتي أنه الأدب الروسي العظيم قبل الثورة نعم وحتى يعني يعني في بداية الثورة كان أدب عظيم إنساني يعني إنساني لأبعد الحدود ثم الأدب الأمريكي يعني الأدب الأمريكي مع فوكنار ومع هيمانجوي ومع والأدب الأنجلوسكسوني بصفة عامة ثم الأدب الياباني الأدب الياباني أدب عظيم وكل هذه روافت سوف أروي عنها وأتحدث عنها في هذا الكتاب وكيف عشتها وفي أي لحظات وفي أي زمن بحيث تكون كتاب بين لسي يعني بين المقاة وبين الرحلة في عالم الذاتي وفي عالم الكتاب الآخرين وكيف اكتشفتهم وكيف تأثرت بهم وما هي التفاعلات الأدبية والنفسية التي عشتها وأنا أقرأ هذه الصفحة أو تلك مهم جدا يعني ولذلك أنت تحدثت قبل قليل عن الكتب الهامة مثلا أنك تستحضر على الطريق على الطريق الآن سأسألك عن هذا الكتاب طبعا هذا الكاتب الأمريكي وأنت تتحدث عن الأدب الأمريكي الآن عن جاك كيرواك على الطريق وهذا طبعا من جيل البيت جيني ريسول جيني ريسول طبعا هذا الكتاب عندما قرأت هذا الكتاب قلت أريد أن أكتب كتابا عن جيلي هو يتحدث عن جيل الضائع ج تبعا ما سميه بجيل الضائع من الكتاب الأمريكان وقلت أريد أن أكتب كتابا عن جيلي يشبه هذا الكتاب ربما أو متأثرا بهذا الكتاب وكتبت الأخرون 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 صحيح هذا طبعا هذه طبعة مغربية في كتاب الجيب طبعا الأخرون وصدرت طبعا في أكثر من طبعا من ضمنها تبر الزمان في تونسا نعم نعم هو أنا اكتشفت الحقيقة بيت جينيريشن في تانجا نعم وأنا أتجول مع صديقي محمد شكري في تانجا نعم في متاعم ومقاهي تانجا وكان هو يقول لي مثلا هنا في هذا الفندق كان يقيم سحب الغذاء العاري بروس بروس وفي هذا المقهى كان يجلس البيت جينيريشن اللي كان معهم بول بولسون جاءوا إلى بول بولسون يزائرين لم يكنه من بيت جينيريشن وانما كان يأتيه منهم ايضا كيرواك وكيرواك عندهم نص على تانجا نصوص واترومان كابوتي وغيره كانوا يأتون إلى هناك فانا بدأت اهتم بالبيت جينيريشن عن طريق ما كان يرويه محمد شكري الذي كان يعرفهم ويعرف أماكنهم وقد كتب عنهم ولاحظ ذلك في كثير من ما كتب من أعمالي لغيره وتأثر بهم لأنه لما تقرأ أنت مجموعة الخيمة مثلا الخيمة الخيمة اللي هي من أفضل مجموعات القصصية ليس في الأدب المغربي في الأدب العربي في الأدب العربي هذه مجموعة تبدو فيها تأثيرات البيت جينيريشن واضحة جدا في الحديث عن الهامش وعن الضياع في المدينة الكبيرة وعن البحث يعني خارج في المكان المختلع وسوق الداخلي إلى غير ذلك إلى غير ذلك فبدأت أقرأ وكان القراءة للطريق عجبتني جدا لأنها رحلة في أمريكا في سيارة قديمة وكل مرحلة من عبر أمريكي اللي هي قارة أمريكا قارة وهو تعفى في هذه السيارة مع صديقي مع صديقه يعني كامل أمريكا وفي كل مدينة وفي كل قرية هو يروي لنا ما حدث فهذا أدب جديد أدب جديد سواء ويقول الناس العارفون باللغة الإنجليزية أن هناك نغمة داخلية لللغة الإنجليزية في هذا الكتاب هي نغمة الجاز أنا قرأته بالفرنسية فلا استطيع أن ألمح ذلك بدقة حتى المخطوط كان عجيب نعم لأنه كان في ذلك الوقت يعني تفرت ما بعد الحرب العالمية الثانية وهناك موسيقى جاز والجنون والعبات تحب تنسى فواجع الحرب وكوارثة وتريد أن تعيش الحياة خط انفلات نعم انفلات بالضبط هذا الانفلات الرعع اللي هو جاء في الأدب وفي الموسيقى وفي الفلسفة وطبعا يعني بول بولز كان موسيقيا عندما جاء إلى تنجة كان موسيقيا قبل أن يتحول إلى الكتابة وأنت قابلت بول بولز يعني كان صديقا لي كنت تذهب لي وتعاويره وحتى في فترة خصامه مع محمد شكري بعد صدور كتاب بول بولز وعزل التنجة الذي أغضب كثيرا طبعا بول بولز لأن محمد شكري اتهمه بأنه لا هو الحقيقة الكتاب متاعه هو أقل كتب محمد شكري الراحل محمد شكري صديقي العزيز أهمية لأنه كتبه تحت ضغط الغيظ والذي يكتب تحت الغيظ والغضب والحقد والحقد والاتهمات زائفة واتهم زوجة بول بولز جين تهم أيضا مزيفة ولم يكن يعرفها حسب ما روى لي بول بولز فأنا لما قرأت هذا الكتاب مسلسلا في جريدة الشرق الأوسط وكان محمد شكري يريد الحقيقة وهذا يعرفه الكثيرون يريد أن يسمع رأيي دائما عندما يكتب شيء يريد أن يسمع رأيي قبل الكثيرين فأنا سمت لأنه الحقيقة لم يعجبني الكتاب في تصفية حسابات كثيرة يمكن أن تكتب كتاب لتصفية الحسابات ولكن تكتبه بأكثر نبل أم أن تظل على السطح وأنه أكل لي حقوقي وشنوه كذا وعند رأي يقول أنه من كتب لتصفية الحساب يخفق إخفاقا تاما أظن ذلك جماليا بذب وشكري كان في ذلك الوقت يعني متاعب مادية وسحية بالخصوص فكتبه بسرعة لأنه جريد تشرق الأوسط دفعته مبلغ جيد فهو تسرع ونشر الكتاب فأنا تركت محمد شكري في المقهى وذهبت لزيارة بول بولز مقهى البريد تركته في مقهى البريد وذهبت إلى بيت شقة صغيرة مظلمة كان يسكنها بول بولز وكان يأكل حساب فقط وممدد طول الوقت لأنه كان متعب فقط اقترب من التسعين وكان مريض فقال لي هل رأيت شكري قلت أنا كنت معه الآن في المقهى قال لي هل ما زال يشرب قتله طبعا هو لا يتوقف عنه عنه بخير قال لي هل قرأت أنت الكتاب الذي كتبه عني قتله قرأته هل أعجب قتله لا لم يعجبني قال لي هو أنا لما أقرأه لكن فيه ناس حرضوني لكي أقدم يعني دعوة قضائية ضد محمد شكري وأنا رفضت قتله لماذا رفضت قال لي لأنه إنسان مجنون مجنون وأن أنا أحاكم المجنين الغريب أنك عندما رجعت إلى محمد شكري ورويت له هذا ضحك هذا وقال لك أنا فعلا كذا مجنون لا هو على الأقل أحس أنه انفرج لأنه كان فيه ضغط يعني كذا وهو يعرف يعني فضاء البول بول سعلي يعني هو اللي قدمه لجمهور القراءة الأمريكيين وهو الذي يعني كتب ترجمة ما كان يكتبه هو فصل بعد فصل هذه مهمة كبيرة لا يمكن أن نواجهها باللؤم ولكن صديقي شكري أحيانا عنده لؤم عنده لؤم وظل كذلك حتى مع طهر بن جلول بعد الذي أدخله لا أعرف قصة مع طهر بن جلول ولكن هو مع طهر بن جلول لم يكن على وفاق منذ البداية يعني كان محمد شكري إنسان أيضا سعب الميراس وصحب العلاقات يعني طهر بن جلول هو الذي ترجمة 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 الرائعة والذي أدخله العالمية فعلا يعني من خلال هذا إلى فرنسا إلى درجة أنه استضافه يعني أبوستروف نعم طيب الحديث عن محمد شكري أذن يطول لأنك إذا كان هناك كاتب عربي عرف محمد شكري فعلا فهو حسون مصباحي في الحقيقة لأنه وهذا ذكرته لا كان يعرفه زفزاف يعني بقى زفزاف لا أنا أتحدث عن عرب الوافدين على المرأة أنا أعرفه جيدا أنت تسافر له تقريبا تحج له لا لا أحج له لأنني أنا أحب المنطقة يعني كنت أذهب إلى طانشة وأذهب إلى أسيلة وأقضي الصيف هناك وكان هو ممتع شكري كيف ممتع أولا هو إنسان صادق وعفوي وإنسان ما عندهش الكذب على الإطلاق ولا التزلف ولا شيء ثم هو إنسان يتحدث جيدا على الأدب وكان عندما نحكي مثلا نجلس جلسات مطولة لثلاثة أو أربع ساعات نحكي على الكتب فقط هذا شيء ممتع نحن لا نملك شيء إلا هذه الكتب التي تلاحقنا ونلاحقها فنجلس لنتحدث نرتحدث وبعدها إذن اكتشفت عنده جانب زاد في إعجابي وحبي له كشخص وهو معرفته الدقيق بالموسيقى التونسية فعلا يعني في أيام التشرد كان يحب سليحة ليس فقط سليحة في أيام التشرد التي عاشها في طانشة نعم وكان يعمل في فرقة موسيقية ويغني عبد النهار محمد سكري وكان معجب بالموسيقى التونسية يعني سليحة وعلي الرياح والهادي جويني وحبيبة موسيقى هذونا في المكتبة الموسيقية متاع لأنه كان يملك مكتبة موسيقية مهمة جدا ودائما وأبدا يستمعي للموسيقى في الصباح وفي المساء كلاسيكي كذا عارف جيدا بالموسيقى وكان يختار وحبذ الموسيقى التونسية على الموسيقى المغربية هذا شيء مهم وعد مرة سمعني حتى لو قطعتك أنه مرة سمعني برنامج عمله في الإذاعة التانجة حول سليحة وأنا والله استمعت إلى هذا البرنامج وأعترفه لك كأني بكيت لأنه البرنامج كان فيه شجن وفيه حزن انت عنسان أحب هذه المطربة إلى درجة أنه في تلك الفترة يعني لم أستطع أن أمنع نفسي من البكاء وأنا أستمع إلى هذا البرنامج هذا ما يتبقى من الإنسان هو إنسانيته صحيح شكري أيضا كان تبخا ماهرا ويوم الأيام طلبت منه أن يطبخ لك هرجمة وهذه قصص كثيرة وهذه قصص كثيرة في الحقيقة محمد شكري لكنه يعني طبخ لك هرجمة خاصة جدا يعني أتعبتك بذلك الليل وانتقم منك حتى ينسيني الهرجمة من هذا البرنامج طبعا محمد شكري من ذمن الواحد أنه لا يطيق أحدا ربما هو يشبهك في حبك للعزلة أيضا من أجل الكتابة طبعا نعم ولكنه رغم ذلك سمح لك أكثر من مرة ربما في أنك تبيت عنده أقبته عنده في شقةه نعم وهذا أمر غريب استغربه الكثيرون من المغاربة لأنني عندما قلت له أني عندما قال لي أنك تستطيع أن توقيم معي أنا تعجبت من الأمر ولكن اندهشت أنه بقيت طوال الأيام الخمسة على ما أظن أو متذكر مع الأيام قليلة ولكن لم أعاين أي انجعاج عنده فهذا شيء مهم ولكن بعد إذن أقمت مرة واحدة الحقيقة ولكن أذهب إلى بيتي بانتظام بانتظام مثلا هو يحب في الصباحات ويحب في المساءات الاستماع إلى الموسيقى وخاصة لما تعب ما عاش يخرج في الليل نعم إلا نادرا فيحب هو يبقى يقع في الشرفة بذب تابعا قريبا من جوبة نعم نعم حسنا نتحدث عن مرحلة أخرى في حياتك وهي مرحلة مهمة في الحقيقة وهي الصفر وفي حديث بين الشخصيات التي طبعا هناك صوت حسن المصباح الدم موجود في رواياتك عندما سئل يعني عن الرغبة في الصفر وتقول في يوميات منيخ مثلا الصفر 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 تلك هي رغبتي منذ كنت طفلا يعني خيرت عندما سئل فيها الوسيقى الترشيش أين تريد أن تسافر هل تسافر أو تقول أو يقول الشخصية الصفر لا يكون إلا غربا نعم ولأن الشرق شرق متعفن تقول وهي وعبارة أخرى طبعا موجودة في الرواية يمكن يعني عبارة أجمل من هذه نعم من سختك على الشرق وذهابك لماذا ألمانيا بالذات؟ لكن عندما يسافر التونسي ربما المغاربي معظمهم الكتاب يتوجهون نحو فرنسا تقريبا أنت توجهت إلى ألمانيا لماذا ألمانيا؟ سأقول لك أولا وقبل كل شيء أنا رأى سفرت للمسرق قبل أن أسفر نعم العراق ولكن وروايت ذلك في الآخرون وكانت سفرة فاشلة بجميع المقاييس يعني وجدت نفسي في بحر محيط من الإديولوجيات والأفكار وكلها وكلها سياسة وكلها إديولوجيا إلى غير ذلك ولكن هي ألمانيا بالصدفة يعني أنا ذهبت فرنسا وطبعا فرنسا ما بدت لي وكأني لن لن أتغرب فيها لأنه الجو فالأجواء التونسية متوفرة صحيح وتستطيع أن تحكي بالتونسي طول الوقت نهار الكل تحكي بالتونسي وتلتقي بالتونسيين وكلهم إلى حد الآن أجواء يعني مش أجواء كرياتيف مش فيهاش الخلق والابتكار فها دائما الإديولوجيا والسياسة السياسة السياسة بمفهوم العقيم نعم وليس بمفهوم الفكري فهمت إلا البعض إلا البعض من استفدتم منه مثل العفيف الأخضر طبعا الذي كان حقيقة لا يقترب منه أحد وهو المتوحد بنفسه الأكثر حتى من شكري ومن بغضاء هذا كان هو أذهب إليه عندما أذهب إلى باريس وتعني لباريس هي الحفيف الأخضر الراحل العفيف الأخضر ولكن أنا بالصدفة فالماني تعرفت على السيدة التي كانت تدير مجلة فكر وفن نعم تعرفت عليها في ملتقى هنا في تونس في ملتقى الشابي الخمسينية الشابي وذهبت إلى زيارتي وكانت ووجدت نفسي في الفعل أنا أتغرب نعم وأحببت أن أعيش في ميونخ لأن المدينة التي ذهبت الأولى الألمانية الأولى هي ميونخ وجدت أنا حقيقة مدينة ليس فيها يعني المفهوم العميق للغربة وللهجرة صحيح وأيضا عندك لا تعرف اللغة وبدأت أكتشف عالم آخر فرنسا أعرفها جيدا لماذا لا أكتشف ألمان وكنت أقرأ عن طريق الفرنسيين كلاما بديا ويعني سيئا بالتالي أفضل كلمة سيئ عن الألمان فهم أجلياف وهم كذا وإذا أكتشف شعب آخر يعني أكتشف أن الألمان مذياف الألمان سريح الألمان يحب الوق وتعلمت منهم الكثير وبدأت أتعلم إلى درجة أن زوجتي يعني سوزان قالت لي ذات مرة بأنني ميزتي ميزتي أحدى ميزاتي أني أتعلم بسرحة يعني تعلمت فضاء مثلا في العمل الدقة في العمل الوحدة لا تخيفني الآن وهذا كل يعني تعلمت في تلك الأجوال لأن المدينة التي صنعت حياتي رغم كل الأسفار التي تحدثت عنها هي ميونيخ صحي ولذلك أعود إليها دائما وأبدا يعني بعد ثلاثة شهر بعد شهرين لابد أن أذهب إلى ميونيخ يعني فقط أتمشي في شوارحها في تلك الأماكن التي عرفتني وعرفتها والالتقاء بالأشخاص من فنانين ومن أصدقاء رائعين تعرفت عليهم في تلك المدينة يعيد لي الأمل في أن الحياة دائما أجمل هذه نسموها التجربة الألمانية يعني هذه التجربة الألمانية أيضا تقفية على التجربة الدنماركية فالتجربة الألمانية أيضا أثمرت الكثير من الترجمات ترجمات أعمالك إلى الألمانية وإلى لغات أخرى في الحقيقة يعني آخر ما يعني ما وصلنا هنا على الأقل في بيت الخيال هذه المختارات من الأعمال القصصية نعم الحمار الأخضر هكذا ترجمها هكذا إلى الألمانية كتاب آخر أيضا مجموعتك مختارات من مجموعة جنون بنت عمي هنية هذا يعني زيتونة الجمل في طبع ألمانية أيضا إلى جانب ترجمة طبعا هلوسات ترشيش ودعا الرزالي وأعمال أخرى وأعمال أخرى وترجمة حكاية تونسية إلى الإنجليزية طبعا مسألة أخرى أيضا والفرنسية لكن ننتظر هذه الأيام ربما الأيام القادمة أن تصدر ترجمة جديدة ليتيم الدهر روايتك يتيم الدهر بعنوان جديد في تكساس برس نعم في تكساس برس يعني يتيم الدهر هو سوليتار بشي ترجمها وهي مستوحات من الأحداث المتاحة تدور في يوم واحد تدور في تونس بطبيعة الحال في يوم واحد وقد تحصلت على تقرير اللجنة مؤخرا واللجنة أشادت بهذا العمل وسوف يصدر لست أدري يعني مش في الأيام القادمة وإنما بعد أشهر أو ربما مطلع السنة القادمة لم يحددوا تاريخ الصدور والإصدار بعد أحسنة يعني أحسنة مصباحة هناك صوت دائما يتردد في رأسك تقول عبارة لجيم الجويس تقول أكتب أكتب لعنك الله ماذا تبقى أن أكتب؟ يعني هذا الصوت لا يتوقف دائما لأنه عندما نرى هذا الإنتاج الغزير لحسنة المصباحة المتواتر تقريبا حتى أنك أحيانا يظهر لك أكثر من عمل في نفس العام نعم يعني هذا هو الجيم الجويس الذي يسكنك بهذا الصوت ربما الغاضب دائما الآمر بالكتابة؟ لأنه هذا يعني الكتابة أحيانا هي الوسيلة الوحيدة للحياة نعم يعني عندما أنت تجد نفسك والعالم لا تستطيع أن تعبر عنه وعن خلاجات نفسك لما خلال الكتابة فأنت تستسلم لهذا العمل وتجد المتعة الوحيدة هي ممارسة للكتابة مثل أي إنسان آخر يجد متعة في كرة القدم أو في أي شيء آخر يعني توقف عن الكتابة هو اللعنة نعم التوقف عن الكتابة وليس كتابة هي اللعنة إلا مجبرا الإنسان يكون مجبر يعني وكثير من الكتاب يقولون أنهم سيتوقفون عن الكتابة ثم يفاجئون الناس بكتاب جديد لأنهم لا يستطيعون لأنه عندما يبدأ الإنسان يعني الكتابة ويفعل فيها أفعال جميلة إلى غير ذلك لا يستطيعون أن يتوقفوا عنها مثلا بورغس أسيب بالعماء صحيح ولم يتوقف عن الكتابة تحسين أيضا كان أعمى ولم يتوقف عن الكتابة يعني وحتى ثم في ناس عندهم مشاكل جسدية أو نصف شلل ومثل الشاعر السويد الذي أحرز على جائز نوبل ولم يتوقف عن الكتابة فإذن هذا شيء يعني السؤال يعني لا يمكن الإنسان أن يسأل الكاتب لماذا أنت تكتب لأنه حقيقة هو لماذا توقفت لماذا توقف عن الكتاب هذا هو محمد شكري عرّة تنجا في الخبز الحافي مواءنا عن ريته وحي بن خلدون في الآخرون طبعا طوفيق عمراني يتحدث عن روايتك الآخرون ونحن نتحدث عن الإقاع الكتابة اليومي ولا يمكن في الحقيقة أن نجري هذا الحوار دون الإشارة إلى عمل مهم جدا ومشروع مهم جدا وهو يوميات مينيخ يوميات مينيخ 2001-2004 هذا طبعا الكتاب الممتع جدا يومياتك في مينيخ والذي صدر له الجزء الثاني أعتقد هذه الأيام الحقيقة أنا أعد إلى مينيخ يعني 2009 في إقامة أدبية في فيلا بالبيرتا التي هي قريبة من مينيخ ووسط غابة وقريب من بحيرة وخلال شهرين كنت أكتب يوميا يومياتي ومشاعري وأتحدث فيها عن الكتب وعن أيضا خواتري وأفكاري عن الأحداث السياسية التي كانت تحدث في العالم العربي في ذلك الوقت فيجد هي وثيقة مهمة جدا عن تلك السنوات وخواتري وأفكاري وقراءاتي أيضا مثلا في تلك الإقامة أنا أتحدث كثيرا عن السيرة الجديدة التي صدرت لسيلين وهو من كتاب الفرنسيين المفضلين سيلين كاتب عظيم ولكن هو ظلت لعرة الهولوكوست تلاحقه أنت تعلم أنه كان من الكتاب الذين ساندوا نازية واعترف بذلك وهرب لما دخل الجنرال دوغول وقوات حركة المقاومة إلى باريس هو فر إلى ألمانيا ثم من ألمانيا فر إلى دنمارك ودنمارك سجن هناك سنتين ولم يعد إلى باريس إلا سنة 1957 وإلى حد الآن أنت بأوية سيلين لم تحتفي بفرنسا بموقات سيلين لسبب الهولوكوست وبسبب مواقفها السياسية صحيح اليوميات كلها تقريبا تتحدث عن قراءاتك هذه الكتب ومن ضمنها هذا السؤال اللي نحب أن نترحولك هو هل اليوميات عندما تكتب اليوميات هي تمرين الكتابة حتى تبقى عضلة التخيل متحفزة وجاهزة دائما أم هي أيضا مشاريع أدبية موازية للمشروع الأدبي الآخر الرواية والقصة القصيرة في تجربة هي اليوميات شيء غربي نعم لأنه نحن في أدبنا العربي اليوميات قليلة الحقيقة لماذا؟ لأن الناس يخافون من ثم فيه جهاز الرقابة الذاتية والرقابة السياسية والأخلاقية يعني مزال قائمة ذات ولذلك مثلا لا نجد يوميات عندنا جمحة لا نجد يوميات إلا قليلة حتى أيامه ليست يوميات نعم أو توفيق الحكيم مثلا نجد عنده بعض ما يلمح باليوميات لكن لا نجد يوميات للطيب صالح لا نجد يوميات لأدونيس لا نجد يوميات لعند محمد شكري فاليوميات هي حقيقة ابتكار غربي وأنا حاولت أن أجعل من اليوميات يعني خزانة للذكرة يعني يوميا تمر بأحداث وخواتر لا أستطيع أن أسجلها كلها في روايات أو في قصص أو في مقالات فأنا أجمحها وأضحها في هذا الكتاب لكي تكون وثيقة عن تلك السنوات أو عن تلك اللحظات أو عن أشخاص تعرفت عليهم أو اكتشفت كتبهم أو سفرت معهم إلى غير ذلك هذه قيمة اليوميات لأنها وثيقة مهمة جدا بالنسبة للكاتب والكتاب الكبار في الغرب كل ما عنده توماس مان له يوميات كافكا وغيره وغيره في روايتك آخر مصادر لك من أعمال رواية أشواك وياسمين هذه طبعا الرواية التي سنتحدث عنها بسرعة الآن لأنها يعني هذه الرواية وصفت بأنها رواية ضد الثورة وفي كتابتك لها أنت كتبتها أثناء الانتفاضة وكنت تقارب هذه الثورة بثورة أخرى ثورة العربان وكأنك تقرأ الواقع عبر التاريخ فأنا أولا وقبل كل شيء أنا ضد الثورات في التاريخ البشري نعم في هذيان الصحراء وهذه مجموعة قصصية أخرى أيضا تقول فيها هذيان الصحراء أنا من المؤمنين بتلك الفكرة القديمة التي تقول بأنه علينا أن نتمسك بالحاكم السيء لكي لا يأتي من هو أشد منه سوءا ومكرا هذا في الحقيقة موقف غريب عند لا يراه البعض كيف رأيه وهذا نفس الموقف تقريبا للقصيمي عبدالله القصيمي المفاكر السعودي الذي كان له مبراته في قوله هذا على اعتبار أنه يتحدث عن ثورة الضبات الأحرار لكن أن يقف كاتب حداثي يعني وراءة ديمقراطيات هذه في العالم ويقف ضد إرادة الشعوب فهذا أمر غريب أولا الثورات لا تعني الديمقراطية يعني الثورة الفرنسية مثلا ثورة دموية يعني أنك مشانق وأغتيالات ومشانق منصوبة في الشوارع واعتداء وقتل لكثير من المثقفين ولملك وعائلة الملك وهذا حدث في الثورة البلشفية لكنه لم يحدث في تونس لا سمعني وحدث في الثورة الإيرانية وحدث في أغلب ثورات العالم والثورة البلشفية إلى غير ذلك أنا في تونس أنا بدأت بدأت وعارض عندما بدأت الهماجية نعم عندما بدأت الفوضى عندما بدأ الناس يهجمون على المحلات التجارية وعلى مراكز الشرطة وعلى المؤسسات ويحرقونها وعندما رأيت يعني الناس يدمرون ممتلكات العامة والخاصة وعندما رأيت يعني أنه هيبة الدولة أصبحت في الحظيف عندئذ أنا ضد كل هذه الأعمال لأنه لا يمكن أن نبني الديمقراطية الحقيقية لكن ليس هذه الثورة لا يمكن أن نبني ديمقراطية حقيقية في ظل الفوضى وفي ظل العامة والهمجية يعني لابد أن تكون القيادات السياسية راشدة حتى توجه الجمهور وعني نوع من التهدئة وتفسر له المرحلة الجديدة ومن أين ستأتي هذه يعني الفساد الفساد لم ينتهي على أي تحال اسمحني الفساد لم ينتهي والاستبداد لم ينتهي ما زال إلى حد الآن نحن الآن نسمع قادة أحزاب يمارسون الاستبداد بشكل أو بآخر والديمقراطية هي لابد أن تأتي بهدوء نحن بلدنا الآن تحتم ودخل للإرهام وإلى غير ذلك يعني كل هذه القضايا أنا ضدها ولست ضد الديمقراطية مش معناها أنا أنا عندما أقول أنه ضد الهمجية أنا ضد الديمقراطية فهل تعني الهمجية أنها هي الديمقراطية عندما يقوم الناس بحرق المركز هل هذا معناها أنه سيفضي إلى الديمقراطية ولكن ليس هؤلاء من قام بالثورة يعني كل الثورات يعني تتحرك طبعا خلايا تتحرك خلايا نائمة تتحرك أيضا انتهازيين يتحركون ليستفيدوا من وضع عن انفلات هذا طبيعي يعني لكن لا يمكن أن نصادر إرادة الشعوب من هذا المتحدث أنا لم أصادر أنا أتحدث أنا أنت قد ذوار أنا لا يمكنني أن أصادر لأنه هذا التاريخ وما حدث حدث لكن أنا أنتقد من حقي كمثقف أن أنتقد بعض الظوار أما أنا عندما أتحدث عن النقد لا يعني أني أصادر هذا شيء مختلف أنت تتحدث عن شيء وأنا أتحدث عن شيء آخر والدليل أنا هذه الرواية التي وصفت بأن هذا الثورة هذه الرواية يكتب فيها واحد من الثوريين الكبار اللي هو المفكر السليم دولة مدحية قرأها قراءة أخرى ربما أنت تابعا قرأت مقال السليم دولة نعم نعم الذي عاش طوال حياته ربما معارضا وليس ربما هو كان معارضا لنظام بن علي ولكنه قرأ هذه الرواية بحب كبير فكيف يمكن أن نقرأ أعمالا لأنها قراءة للتاريخ هذه قراءة للتاريخ وليست مصادرة للثورة هل تفاجأت بقراءة سليم دولة لهذه الرواية لا لم أتفاجأ لأنه أعرف أنه قرأة جيد والقرأة الجيد لا يمكن أن يفاجئك بأشيء سيء نعم إلا بقراءة جيدة هو قرأة جيد ومطلع وهذا الكتاب هذا الكتاب يحتوي على كثير من الأفكار يعني عندما أنا وأعيد تاريخ تونس وهذه أول رواية فيها قراءة لأهم أحداث تونس للاستبداد صحيح للعصر البيات للفساد السياسي للفساد المالي فكل هذه الرواية هي حقيقة إعادة قراءة من طرف كاتب ليس من طرف مؤرخ لتاريخ تونس هذه قراءة كاتب لتاريخ تونس صحيح ربما أنت كتبت أيضا تحت فوبيا الإسلاميين الذين كنت تخشاهم الذي كتبت عنهم طبعا في هالوساة الترشيش وتحدثت عن تلك الفترة السوداء التي مرت بها تونس في الثمانينات ولكن أنا أنتقد أيضا اليساريين نعم اللي هما متطرفون أيضا خلينا في الإسلاميين وبعد نصل اليساريين طبعا أنا أعرف أنك أنا الإسلاميين ضدهم فكريين منذ بداية ظهر تدل على ذلك ليس أعمالي القصصية والريوائية وإنما المقالات التي كنت أكتبها في الدوريات والجراءة يعني منذ الثمانينات منذ بروز حركة الإسلاميين في تونس وأنا أكتب منتقدا تصرفاتها وأفكارها لأن هذه الحركة جاءت لتدمير المشروع الحداثي الإصلاحي التونسي الذي ولد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وجاء بالدستور وجاء بالمدرسة الصدقية وبإصلاحات في الإدارة وبمكتبة وتأول مرة وبالتعليم إلى غير ذلك وبنخبة أوجد نخبة وهناك يعني وفاق بين رجال الدين والنخبة العلمانية هذا كله ترسخ وجاء في الحركة الوطنية تجسد في الحزب الدستوري الأول معه الثعالبي وتجسد في الحزب الدستوري الثاني معه بورقيبة وجماعته وتجسد في الإصلاحات الحدثية التي قام بها النظام البرقيبة وطبعا هؤلاء يعني استغلوا الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي عاشتها تونس وجاءوا لا لإرساء الديمقراطية والحريات كما هم يزعمون جاءوا لتدمير هذا المشروع وهم يقولون لذلك وكتاباتهم شاهدة على ذلك حسن المصباحي قبل الانتخابات كتبت مقالا معروفا تعتبر فيه الرئيس الحالي القايد السبسي أنه هو الشخصية التي تراها جديرة ربما تراها ممكن أن تحمل أحلام التونسيين أو تنقذهم من الظلمية هذا المقال الذي كتبته يعني كيف تقرأه الآن بعد الانتخابات وبعد أن وجدت أن الإسلاميين الذين تحاربهم من جهة والرئيس الذي رشحته ربما ودفعته إلى أن يترشح في ذلك المقال الشهير تجده يتحالف مع الإسلاميين ومع أعداء أفكارك كيف تقبلت ذلك يعني ككاتب وكصاحب مقال اسمعني أولا أنا المقال كتبته عندما جاء الباجي في حكومة بعض الغنوشي إيه هو الباجي أنت طلبت مني أن أتكلم نعم تفضل يعني الباجي قيد السبشي أنا كتبت المقالة متاعه والعودة إلى الزمن البرغيبي بعد سقوط حكومة الغنوشي لأنه جاء وهدأت الأوضاع كانت القسب الأولى والقسب الثاني وكانت البلاد العسكر موجود في الشوارع والناس خايفة ما تعرفش المصير واستطاع الباجي في فترة فاك الأشهر القليلة قبل الانتخابات متاع ألفين وواحداش نعم أن يضمن النوع من الاستقرار للبلاد نعم إلى أن جاءت انتخابات ألفين وواحداش يعني هي أشهر قليلة وأنا كتبت في تلك الفترة العودة نحن نعود إلى النظام البرغيبي إلى النظام الجمهوري لا أبدا لماذا أندم؟ لأنه هذه أفكاري ولازلت محافظة على ذلك ولازلت مع التبقى السياسية الوسطية مع التوافق يعني رضيت الآن بوجود الإسلاميين في الحكم؟ لا أبدا كيف هذه المعادلة الصعبة؟ ولكن ما تماش حل لأن اليساريين يتصرفون وكأنهم في جيتو مسكرين على رواحهم ورفضين لكل شيء وليس هناك برنامج يحدد هذا طبعا موقفك من اليساريين نعم هم يتصرفون مثلا ماش قوة وسطية تستطيع أن تدعم المشروع الوسطي الإسلاميين عملوا يعني خطاب جديد خطاب أن نقولوا نحن نتوافق ونخرج من الحكومة ولكنهم ما زالوا يؤثرون في المشد السياسي وهؤلاء سوتوا لهم ناس هل قاموا بخطاب جديد أم غيروا أفكارهم؟ هم لم يغيروا أفكارهم مسألة الخطاب مسألة تعرف مسألة الليسانية سمعني مليون السياسة السياسة فرضت هكذا هؤلاء من الناس سوتوا لهم جاءوا القوة الثانية في الانتخابات اليساريين رفضين السبسي ورافضين الإسلاميين يبقى هذا نداء تونس الذي شهد أيضا يعني تدمير داخلي تخريب داخلي من جانب الناس اللي أسسوه وهذا يعني الآن يعني نعيش مرحلة صعبة جدا لأن الإسلاميين سوت لهم الشعب وجاءوا هم القوة الثانية أنا لست سياسي أنا لا ولا يمكن بأي حالة من الأحوال أن أعطي فيقتي للإسلاميين لكن موقفي نقدي إذا كنهم يتراجعون فعلا ويكفون عن الزهر بأفكارهم القديمة عن الشريعة والتساهل مع دعاة التطرف والتساهل داخل المساجد مع الخطاب التكفيري فأنا أدينهم وسأظل أدينهم وأدين أيضا يعني التطرف في أحزاب أخرى كما أدين يعني ما قام القيادات في النداء تونس الصراع الداخلي الذي أدى بنا إلى وضع سياسي صعب لن نخرج منه بسهولة هذا موقفي كناقد لأنني أنا لا أنتسب لأي حزب من الأحزاب وبالتالي عندما أتخذ موقف هذا يخصني أنا ويلزمني وحدي ولا يلزم غيري طبعا وهذا أيضا هذه الرسم يلزم توفيق عمران أنا من طبعي ضد الثورات حسنا مصباحي مبروك عليك الاتجاه الأدبي الجديد شدم شومك لا يجيك ما أشوه منه هذه تقريبا من نفس العبارة لا مش هذا يعني ما قلت شدم شومك لا يجي هذا معناها التعبير أنت استعملته أنا لم أستعمله أنما قلت يعني أحيانا عندما ترى هذه الأوضاع أنك تقول عندما تشوف الإرهاب وتشوف الجرائم التي أصبح نعيش فيها إلى غير ذلك وهذه ترجمة حرفية لكلامك أنا من المؤمنين بتلك الفكرة القديمة قديمة إذن هي هذه التي تقول بأن أحيانا أكلم أن نتمسك بالحاكم السيء لكي لا يأتي من هو أشد منه سوءا طبعا عندما ترى هذه الأوضاع أشد منه سوءا لو قلت أشد منه سوءا وإلى حد الآن رأينا أشد سوءا من الحاكم السابق يعني الرئيس الآن الذي مدحته لا النظام في مقالك هو أسوأ من سابقه لا إسمع سوف أنا تكلمت عن الفترة الانتقالية ولم يكن مدحا هو عودة إلى الزمن البرجيب قلت التونسيين لم شاوا مع الطيار الإسلامي هم اختاروا واحد يعني حتى يهدي الأوضاع لم يكن هناك أي مدح وإذا أنت قرأت المقال ليس فيه أي مدح للباجي قيد السابسي ولم أمدحه بعد ذلك في أي مقال ما المقالات اسمع لي ولم أمدحه الآن ولم أتحدث إلى حد الآن وقرأ مقالاتي لم أتكلم أبدا عن نداء تونس ولكن أنا أتكلم دائما على الإسلاميين عن تقيدهم وأنتقد اليساريين أما نداء تونس فهو يعيش فوضى داخلية ووحده أعلم بها كتاب آخر ربما نشير إليه لكن قبل هذا الكتاب في الحقيقة أنت ذكرتني أنت تحب ابن خلدون هذا صحيح؟ بالتأكيد يعني ابن خلدون في ابن خلدون قيمة ابن خلدون تحدثت عنه كثيرا في أيضا ابن خلدون أيضا له وجه آخر مثل المثقف يعني أنت تحدثت أنت في معابر قيبة تركت البلاد ولم تحارب هذا الدكتاتور بعد ذلك عندما عدت إلى تونس وجدت دكتاتور آخر لهو ابن علي ولكنك لم تقاومه كمثقف واعتبرت ربما أنه كان يمكن أن تتحسن تدريجيا البلاد في شوف أنت تتكلم وكأنك يعني اللغة الحربية هذه أنا لا أحارب أنا أكتب اسمعني أنا أترح الفسئلة أنا كاتب ولا أستطيع أن أتجاوز ما أنا قادر عليه أنا أكتب ولم أدعي في يوم من الأيام أني سأحارب هذه حرب يعني كلمة حرب لا أستعمله على الإطلاق إنما النقد النقد موجود للنظم للنظم في الكتب في بعض الأشياء لكن أنا لم أدعي في يوم من الأيام أني عرضت بن علي يعني في الشارع وخرجت إلى الشارع لأعريضه لم أدعي ذلك ولذلك أنا حر هكذا أنا لا أتحمل يعني المواجهات الصعبة التي تؤدي بي إلى السجون إلى غير ذلك بالضبط أنا ضد هذه الأشياء اسمعني خليني أكمل يعني لماذا تريد الكاتب أن يتحمل ما لا يستطيع أن يتحمله يعني أنتم كتاب في العالم وكل يزمهم يمشي للسجون حتى يكونوا كتاب أنا لا أذهب هذه فرصة لكي تجيب عن هذا أنا أجيب أنا أقول لك أني لم في أي يوم من الأيام سمعتني أتكلم أني واجهت بن علي لم أقول ذلك لم أقول ذلك أنا عندما كان الأوضاع سيئة في تونس ذهبت إلى ألمانيا وكان نظام بوركيبة في نهاياته يحتذر ثم جئت إلى نظام بن علي 2004 وكنت أتردد بين ألمانيا وتونس ولم أشتغل في أي إدارة تونسية ولم أتحمل أي مسؤولية أدبية أو غيرها أو ثقافية في نظام بن علي ولكني أيضا لم أتكلم في أي يوم من الأيام ذات نظام بن علي طيب وأنا حر في ذلك وأنت حر في ذلك نعم وأنا سأسألك عن هذا الموقف لابن خلدون نذهب بعيدا ابن خلدون عندما قابل تايمور لانك وطبعا في تلك الواقع وهذا موجود في رحلته نعم ابن خلدون سأله تايمور لانك عن المغرب وهذا سأله عن المغرب وعن فاس وعن تنجا وعن غير ذلك وكان يجيب باقتضاء وكان يجيب باقتضاء هذا مثقف ابن خلدون رمز لي المثقف العربي ولكنه تايمور لانك قال له لا يقنعني هذا وأحب أن تكتب لي بلاد المغرب كلها أقصيها وأدنيها وجبالها وأنهارها وقراه وأمصاره حتى كأني أشاهده تايمور لانك نعم تايمور لانك فقلت يحصل ذلك بسعادتك وكتبت له بعد انصرافي من المجل لما طلب ذلك وأوعبت الغرض فيه في مختصر وجه أنا أعرف هذا يكون قدر 12 من الكراريس المنصفة القطعي اكتب له ايه طبعا اكتب له ابن خلدون اكتب لتايمور لانك أعطاه خريطة لغزو المغرب بدقة فيها 12 كراسا بدقة شديدة هذا موقف المثقف من جبروت الدكتاتور طبعا تايمور لانك لم يكن سائحا يطلب دليلا سياحيا كان يطلب دليلا للغزو فهذا موقف لا ينقص شيئا من قيمة ابن خلدون رجل طبعا عالم من اجتماعا ولكن هذا ايضا يناقش اذا كان يناقش موقف ابن خلدون مع تايمور لانك في هذا فاكيد انا سنناقش ايضا مواقفك من المشهد السياسي شوف انا قلت لك انا عبرت عنها نعم وقد قلت لك ذلك يعني لم احبر انا كاراريسان ابن خلدون اسمع لي ولكن ابن خلدون يعني تعامل مع الملوك هذا زمنه يعني تعامل مع الملوك وكان وزيرا ومدح ابو زكريا الحفصي قسيدة متحية موجودة لا هو تحت تأثير الخوف تأثير الخوف وتأثير العصابة التي واجهته لما عاد من المغرب واردته ان يفر من البلاد وفي النهاية ترك البلاد وفر الى خارج البلاد يعني اسمع شوف هذه البطولات هذه انا واجهت وانا عملت كذا انا لا اتحدث عنها لانها ليست يعني الكتابة ليست شجاعة شجاعة في ان تكتب في ان تكتب نعم وليست في انك تقول انا قلت كذا وعملت كذا يعني كل واحد كيفاش يختار أنا لم ادن مثقفين يعني قاموا بمعارسة بن علي هم احرار هناك في الحقيقة انت ايضا في هلوسات الترشيش تقدم عن طريق الراوي يعني موقفا عجيبا ايضا من الكتابة باعتبارها الكتابة حالة من حالات الجبن و طبعا طبعا الشخصية لماذا الجبن يعني لماذا الجبن هذا في كتابك انا اتحرك ضمن المدونة عندما عندما يعني يعني يختار الكتابة كسلاحة تسميها الجبن يعني يعني الكتابة باعتبارها سلاحا يعني تختبر ايضا في الواقع يعني لا يمكن ان نكون شجعانا في الكتابة وجبناء في الواقع يعني ما معنى جبناء في الواقع ماذا تقصد بجبناء في الواقع ان تذهب الى السجن كي تثبت شجاعتك مثلا يعني هناك من انت تتحدث عن طبعا دستوفك الذي وصل الى الاعدام يعني و نجاب وهو اختأ في ذلك هو قال انا اختأت هو قال انا اختأت اختأ في ماذا اختأ في ان يكون اختأ في مواجهة القيصر كيف يمكن الكاتب أن ينتصر المهمشين كما تقول وأنت صوت المهمشين وصوت الناس الضعفاء وفي نفس الوقت أنك عندما تقف أمام الدكتاتور لا تقول شيئا يعني أنت صوت المهمشين وصوت الضعفاء نعلم في الكتابة أنا أعبر عليه وعندما أقف أمام الدكتاتور كل واحد كيفاش يتصرف أغلبية المهمشين لا يقرؤون في الحقيقة يعيشون حياة بنيسة أتحب أن نرفع العساء ونخرج معا كمال يعني أنت أطلت في موضوع أنا أجبت عنه يعني وأنت ماشي الآن إلى حواشي زائدة حواشي زائدة يعني أنا قلتك موقفي لقد عبرت عنه بكل سراع وبكل وضوح طيب نختم بيعني الحوار هو انتهى تقريبا أو شكنا حسونة عندما عدت من الغربة تقول أنك وجدت غربة أشد في فترة من الفترات وأنك وجدت مشهدا متحفزا لك واتهموك بالكثير من الاتهامات والاختلاقات طبعا سرقة قصص لكتاب آخرين وغير ذلك ومواقفك ربما حتى بعض المقالات التي كتبتها في رئيس السابق وليس لها أثر موجود يدل على ذلك يعني هل أيهما أشد الغربة أم الاغتراب في كلتا الحالتين يعني الغربة داخل الوطن هي أشد أشد عندما لأنك انت في وطنك وتشعر أنك مقصي مثلا وأنك مثلا تجد نفسك مش موجود في المشهد الثقافي فيه ناس يعملون على أن لا تكون في المشهد الثقافي أنت كمثقف وككاتب تحب تكون موجود في وسائل الإعلام تحب يتحدثوا على الكتب متاعك إلى غير ذلك إذا وجدت أن هذا الوسط الثقافي يرفضك فهذا شيء مؤلم جدا لأنك البرة تستطيع أن تنفذ أن تقتطع لنفسك مساحة معينة وأنت تتحدث عنك أنا كنت أكتب في كبريات الجرائد الألمانية وكنت أتحدث في الجميعات أنت تحدثت اليوم بحرية نعم طبعا أنا تحدثت بحرية لو لم أكن أعرف أني سأتحدث بحرية لما كنت أتيت لا أبدا لا لا مش هذا نحكي مش نتحدث على البرنامج نحكي لك على الوسط الثقافي نعم المتفقين وأنا قلت عليه في فترة معينة ونزل إلى حد الآن الأمر قائم نعم يعني هذا معرض الكتاب مثلا نعم أنا يعني نشوف قال له هذا المعرض مقصي كثير من الكتاب سنوظف له نعم يعني كلمة وحيدة في الآخر أحبك تواجهها ككاتب له هذه التجربة المهمة في الكتابة لكاتب شاب يشاهدنا الآن في تونس ماذا تقول له نقول له أن مقدم على الكتابة ومقدم على الأدوات الكتاب هو أفضل ما يساعد على الكتابة لا الأنترنت ولا الفايسبوك ولا شيء آخر هذه أدوات جميلة ومهمة ولكن الأداة الأساسية للمعرف والكتابة يبقى الكتاب هذا هو كنت سعيدا جدا سيحسونة مصفحي أن كنت معنا في هذه الحلقة الاستثنائية لبيت الخيال تتواصل معنا رسومات توفيق عمران بهذه المزحة الأخيرة فعلا كان لقاء ممتع معك وجريء النمواء مفيدا جدا وهذا أهم شيء هذا أيضا دفتر الأعداد الخاصة يسعدنا أن تمضي لنا توقيعا في بيت الخيال وقبل ذلك هذه تحية وشكرا على الحضور شكرا شكرا أستاذ حسون المصباحي على حضورك بيننا سعدنا بأن تكون ضيفا متميزا في بيت الخيال من خلال هذه التجربة التي سنواصل التعريف بها شرقا وغربا شكرا صاحب نوارة الدفلة شكرا هذيان في الصحراء ووداع الرزالي لن نقول وداعا بالنسبة لمشاهدين سنقول إلى اللقاء في حلقة قادمة من بيت الخيال شكرا أيضا على متابعتكم للبرنامج وإلى اللقاء موسيقى 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 شكرا